بسم الله الحمد لله السلام علي رسول الله نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي ثم بإذن الله نبدأ بالدرس الجديد بسم الله الحمد لله السلام علي رسول الله بسرعة الدرسة أعطلنا تكبرية ومن يذكر لأسئلة التي سألناها قبل البدء بدراسة هذا المتن السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن على متن القواعد الأربع الثالث محتوى أو فارس هذا المتن قلنا يحتوي على ثلاثة أقسام المقدمة وفي هذه المقدمة عنوان السعادة لماذا ندرس التوحيد القواعد الأربع السؤال الرابع ساب التعليف وقلنا ساب التعليف هو أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذه القواعد أن ترد على الشبه التي يأتي بها على الشرك في زماننا كيف يكون الرد على الشبه شبهلere reddetmek nasıl olur نعم رد مجمل ورد مفصل مجمل olarak genel olarak وتفصيلات الرد المجمل قلنا يعرف كل موحد بشرت أن يرجع إلى الأمور التي ذكرت في الكتاب والسنة والسنة والذكرها أمت أهل السنة والجماعة المجمل مجمل هل يمكن أن نسمع لكلام أهل الباطل أو نقرى لمؤلفاتهم؟ هل يمكن أن نسمع لهم؟ لا لا هذا الكتاب قلنا هو كالمختصر لكتاب كشف الشبهات كما أن الوسول الثلاثة تقريبا كالمختصر لكتاب التوحيد هل لنا أن نقدم كتاب كشف الشبهات على القواعد الأربع؟ قلنا لا لابد من الرجوع إلى العلماء الدرس الآن هو في القسم الأول من هذا المتن المبارك ما هو القسم الأول؟ لماذا؟ يجب عليك ماذا Visit بدأ وصف الأولية؟ أكثر من الرجوع نعم هذه المقدمة ذكرت فيها المؤلف رحمه الله تعالى البسَمَلَة بسم الله الرحمن الرحيم قالđم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ العلماء بالبسملة سواء كان في الخطاب أو في المؤلفات لأسباب الله أعلم خمسة الله أنه بالكتاب العزيز الله تبارك وتعالى اقتدام بالنبي نبي صلى الله عليه وسلم اقتدام بعلماء السلف سلف عالمنا تيمنا أي وتبركا للبداع بسم الله لأن كل شيء يذكر على اسم الله تحل في البركة فعندما تسمي على الشيء يجعل الله سبحانه وتعالى في بركة الله تبارك وتعالى اللهم اسمين بركة زيرا الله أدنى بركة سراية الأمر الخامس أن بعض العلماء يستدل بحديث والبعض يرى أنه ضعيف في البداع بالبسملة بعض عالمين زيف بعض عالمين صحيح على بسملة 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 ناسا بحديث وإن كان لا يصح عند بعض العلماء ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القواعد الأربع دعا لك دعا للطالب ونحن نعرف أن الطالب هو الذي يدعو للشيخ و هذا فيه أن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب أن كل خير يلحق بك قال أن يتولاك في الدنيا والآخر أي أن تكون من أولياء الله من هم أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله الله تعالى تبارك وتعالى şu sözünde zikrettiği kimselerdir أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دikkat edin الله'ın dostlarına bir korku yoktur onlar mahzun da olmayacaklardır ثم بيّن الله سبحانه وتعالى من هم بقوله sonra الله تعالى تبارك وتعالى onların kimler olduğunu şu sözüyle beyan etmiştir الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني جمع بين الإيمان والتقوى يعني إيمان والتقوى وليهذا قال شيخ الإسلام ببن تيمية رحمه الله تعالى من كان مؤمنًا تقي كان لله وليا من كان مؤمنًا تقي كان لله وليا لم يتقونه ينام بين القبور لمشه رجل ينام بين القبور adam mesela kabirler arasında uyuyor يشرب الحمور içki içiyor يزنى و يشرك zina ediyor hırsızlık yapıyor و لا اتبالطاعة الله اتاعتleri yerine getirmiyor و ياتبالمحرمات والمünkerات والبدع haramları münkerleri bidatleri işliyor ولي هذا ولي من أوليا الله فَالَهِمْ أَوْلِيَ آسْسَيْتَانَ هذا وَالِي مِنْ اَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانٍ وَلَا شَكَّ ف۪ي وَلَيَاتِهِ bunun veli olduğu konusunda bir şüphe yok, veli olduğu kesin